السلام عليكم ازايكو عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة عامل معاكو حاجة كده تحفة طاجن السعادة انا اطلقت هم اطلقوا عليه طاجن السعادة من كتر ما هو يعني مليان شوكولاتات وصوصات كده وحاجات كده يعني رهيبة بصراحة طاجن السعادة بيتخبز في الطاجن المفروض الكيكا بتتخبز في الطاجن وبتخرج بقى تاخد نوتيلة او اي صوص عندك انا هنا هعمل الكيكا كيكة الوريو لوحدها وهافتفتها ودخلها في الطاجن يعني انا عامله بطريقة تانية بطريقة تانا ممكن انت تعملي لو كيكا عندك مثلا بوائي كيكا عندك مش عايزها كيكا بوني او عملت كيكا وفشلت منك مثلا مع جيتش وممكن برضو تدخليها في الطبقة ده هتبقى حلوة جدا شايفين شكله طحفة ازاي مشاء الله الاطفال هيفرحوا بقوي هيبقى حلوة قوي في اعياد الميلاد في المناسبات في العزومات يبقى شكله شيك قوي على صفرتك اه طبعا الطبق ده بيتقدم بارد ولازم يبرد في الطلاجة الاول قبل ما ده يتقدم منه عشان يبقى متماسك كده لما تيجي تطلعي منه شايفين ما شاء الله يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض انت طبعا ممكن تقدميه في طواجن زي ما اتفقنا اه انا هعمله في البايركس علشان حسيتين البايركس شكله يعني مبين الطبقات اكتر من الجناب شايفين الالوان باينه اكتر والشكل احلى ازاي حابة تقدميه في طواجن صغيرة براحتك طواجن كبيرة براحتك اه يعني التقديم ده يرجع لك انتبق يلا نخش اول حاجة هنعملها مقدير الكيكة عندي ثلاث بضغط بدرجة حرارة الغرفة واهم حاجة مقديرك تبقى كلها بدرجة حرارة الغرفة عندي بسكوت القريو انا هحتاج 18 قطع الباكت ده اه اللي هو الباكت اللي باربعة جنيه ده في 8 قطع من القريو تمام احتاج 18 في الكيك من جوة وهحتاج الباقي للتزيين عندي كيس نسكافير اللي هو بتعم الشوكولاتة وعندي جميع معلقتين كبار من الخل وكيس بيكين بودر كبير ومعلقتين كبار من الزبدة معلقتين كبار من ككاور خام البني اللي هو المنير الغير محلة نص كباية لمن نص كباية زيت كباية سكر كباية دقيق ونص كباية مية مغلية تمام هنروح الخلاط بقى نحط فيه كل مكوناتنا السيلة دي مع البسكوت وهنضيف كمان نص معلقة صغيرة من الملح تمام هط البيت بقى مع الزيت مع الزبدة مع البسكوت مع الكاكاو كله هيتضرب مع بعضه مع الخل ورشة الملح هخلي بس الدقيق والبيكينج بودر في الآخر خالص عشان هنخلهم مع بعض علشان النخل ده بيديك نتيجة حلوة وهيشن للكيك وكمان يخلي بيديه عشان حلوة أولي الكيك وبيضيع أي زفارة في البيت تمام هتضرب كله لا يتمس تكر يدوب كويس وكله يتجنس والبسكوت كمان يدوب ما يبقاش باين أبدا ولا مجدتل معاك بتقدري تعملي زي ما قلتلك أي كيكة عندك ما تلتزميش بالمقادرة دي براحتك هاخد كمان معلقة من الناس كافيدة في خليط الكيك بتدي طعم حل لو حبيتي تلتزمي بالطريقة كده الكيكة طحفة بتاعة الأوريو ممكن تعملي كيكة الأوريو كده لوحدها ككيكة يعني من جير ما تدخليها في صنف ده أو في أي حاجة تانية يعني تبقى كيكة صحيحة عندك أو ممكن تعملي بواقع عندك أو كيكة عادية كانت فايدة عندك براحتك يعني اخد بتاعي كبات الدقيق انا هنا ضيفة كباتة واحدة بس من الدقيق لاني ضيفة الأوريو فالأوريو كده بديل للدقيق تمام هنخلها مع كيسة بيكينج بودر وانزل عليها بالخليط بتاعي وقلبها بالمضرب كويس عشان مبقاش في أي تكتولات من الدقيق هتبقى الفرن طبعا بتاعك يكون سخنة وانت هتغيبزيها في الصنية هتبقى تطني صنيتك بالزيت ورشد على رشة كاكاو علشان الكاكا بتاعتك تبقى جمئة وادخليها على درجة حرارة 180 مش تفتح الفرن عليها قبل نص ساعة بس يعني ممكن في تلت ساعة القوانية تهدي النار شوية علشان ما تلسعش منك من تحت تمام أنا هسويها في الطاصة وهفتفتها عادي كأني بعمل أملت علشان أنا محتاجها مفتفتها وارجع عليكم عشان نعمل السوس عندي السوس بتاع الكراميل محتاجه له كباية لبن كباية سكر خشن وعندي معلقة كبيرة نشا معلقة كبيرة كريم شانتي خام ورشة فانيليا هنزل بالسكر على النار وهستنى لما يكارمل ولونه غير معايا مش هقلبه واخد اللبن على النشا على الكريم شانتي افكه على البارد الاول ودوبهم كويس ما تقلبهش بالمعلقة دلوقتي لما السكر يدوب هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة شايفين لون الكراميل اللي بقى عميز داي مش عايزاي يا جماعة قوي علشان ما امررش معاك وكمان اللونه يبقى حلو انزل يبقى باللبن اللي بالنشا والكريم شانتي كويس بس يفكيه تاني قبل ما تحطيه حبه بحبه كده علشان ما يعملش على قديك بخار هتلاقيه عمل وكالك عاملنك كده كتل هتقلبه على نار هادي وما تلاقش هيفك منك هتفضل يتقلبي فيه كده لغاية ما يرجع يفكي تاني وممكن لو حبه تقديه بعد كده في الكبه تضربه تاني علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات بس هو هنا مش محتاجي تضرب يعني وهفكي معايا هحط له رشة بانيليا بعد ما ارفعه من على النار علشان ما يمررش مني وتقدميه في الطبق بتاعك وتسيبيه يهدى بقى ويبرد كده هو هيتمسك مجرد ما هيبرد وانا هسيبه برد التلاجة عادي هتجيه برد هتلاقيه بجيبن معاكي الصوصات دي انا بعملها في برطمانات وبيشيلها في التلاجة بتقعد معايا من اسبوع لعشرة ايام زي الفل بس تعملها في حاجات كتير مساعد في سندوتشات المدرسة يلا نعمة صوص البني عندي مكعب شوكولاتة حلو الشام مكعب خام نصد كباية زيت كباية لبن كباية سكر وعندي اللبن انا غالياه وعندي اربع معالق من الكاكاو الخام هنزل بالسكر في الكابة بتاعتي مع الكاكاو وحطيتي الشوكولاتة مع اللبن عشان تدوب انا غاليا اللبن زي ما قلت لكم هقلبهم وانزل بيهم كمان في الكابة واضرب كل مكونات الغاية ما كله يدوب كويس جدا قبل ما اضيف الزيت عشان انا لو اضيفت الزيت من الاول مش هيدوب معايا سكر ولا اي حاجة لاني الزيت بتقل الصوصات بيخليها تتقل معاك اهم حاجة الزيت بتاعك يكون نضيف يكون زيت درة او زيت تعبات الشمس مش زيت من اللي هو العادي علشان هيبان طعمه هنزل بنقطة فانيليا كده او باكة فانيليا لو ما عندكش فانيليا سايلة ونزلي بالزيت بتاعك لو حابة ان الصوص يبقى اتقل من كده هتزاودي كمان شوية زيت حابة يبقى اخف من كده هتقللي شوية من الزيت تمام يعني الزيت هو اللي بتحكم لك في صمك الصوص بتاعك شايفين صمكو عامل ازاي وفي لعمة ازاي ما شاء الله الصوصات دي لغينا عنها اما بتعمليها وتشيلي عندك في التلاجة هتنفعك في اي وقت في اي طوارئ تعمليها اي حلويات ومحتاجة الصوصات هتبقى موجودة عندك هتطلعيها تفكيها على بخار الميا هتفكي معاكي زي الفل تمام انا عملت الصوص الابيض ده كان عندي في التلاجة وانا عاملها معك وقبل كده هبقى نزللك الرابط بتاعه في صندوق الوصف الكيكة جاهزة معايا واتفتفتت معايا واستاوت وعندك رزبي الوان بقى صغير وكبير وعندي شوكولاتة مندولين ممكن تجيب انتي كاتبوري زي ما انت عايزة براحتك التقديم ده بقى يرجعلك وعندي القريو كمان هنزل بالصوص الابيض الاول وبعدين هنزل بطبقة من الكيك شايفين لون الكيكة عاملت ازاي من القريو حتة تغمق كده وحتة تفتحة عامل لون حلوة او في الكيكة وعمل طعم كمان تحفة تخيلي بقى انك بتاكل الكيكة كده بطعم القريو ممكن تعمليها كنوع من الكيك يعني من غير ما تدخليه ولا تفتفتيه الصوص بتاعك بتاعك كراميل هو شويفين جيمت معايا ازاي هفكه على بخار مية عشان راجع استعمليه ببقى سهل معايا تاني انزلي بالكريسبي بتاعك هعمل طبقة كده فيها كريسبي وطبقة تانية فيها اوريو انزلي بالصوص قبيض تاني هتعملي طبقات بقى كده مع يعني الوان مختلفة كيكة تاني هتبدل تعملي لغاية ما الكيكة بتاعتك تخلص والصوص بتاعك يخلص تمام هقصر اوريو كمان في النص بيبقى مقرمش كده وانت يبتاكلي بيبقى طعمه حلو قوي وانزلي بصوص الشوكولاتة بتاعك برضو تقل ازاي برضو هفكه على بخار مية عشان يبقى سهل ان انا احطه على الوش يبقى نازل معايا كده سهل وشكله حلو تمام؟ ما يبقاش مكلكع كده هحط اخر طبقة من الكيك انا فكت الصوص اوه شايفين لما حططه في بخار المية بقى سايل معايا ازاي انزلي بيبقى بالمعلقة كده عادي عشوائي انا بحط عشوائي خالص مش بشكل معين العشوائية دي بتبقى بتدي شكل حلو قوي انا اخدت كل الكمية اللي عندي في الطبق وهاخد كمان بقى الكمية اللي كانت في البرتمان افكها وارجع برضو اكمل بيها الطبق تمام؟ يعني الكمية اللي انا عملتها معاكو دي عملية للبيريكس كله ما فاتش منها حاجة سواء هي او الكراميل او الصوص الابيض التلاتة انا حطيتهم كلهم في البيريكس اذا انت حابة تقليل كمية الصوصات شوية برحتك حابة تقليل الشوكولاتة شوية ما تحطيش شوكولاتة من بره برحتك يعني انت التقديم يرجع لك بقى هنزل بصوص الشوكولاتة البوني اللي كان عندي في البرتمان زي ما قلتلكو الطبق دي يبقى حلو قوي في العزومات زي ما قلتلكو يبقى حلو قوي في عائل الميلاد في المناسبات وطبق جديد يعني مختلف شوية عن الترط والحاجات دي والاطفال هيفرحوا بقوي علشان الشوكولاتة اللي فيه وطبعا لو جيبتيه من بره هيبقى هيبقى مكلف وغالي جدا عن ما انتي عملتيه وطبعا عملها انضف بايديك انتي ضمنا ايديك نضيفة وضمنا ادواتك نضيفة وحنا اتفقنا نعمل كل حاجة اللي ولابنا في البيت هنزل بالصوص الابيض برضو دي اخر طبقة عندي من الصوصات لو في اي زواية جات على جوانب الطبقة المسحية طبعا بالمنزيل كده لشان الشكل هنزل بالكريسبي بقى يعني حطي بقى عكس الالوان يعني لو الصوص ابيض حطي عليه كريسبي بني لو الصوص بني حط عليه كريسبي ابيض او دهبي ولا عكس يعني فهمه علشان الالوان تبان معاك لانك لو حطيت بني على بني وابيض على ابيض مش هيبان انزل بقى بصوص الكراميل شايفين لما اتفك معايا على بخار المية بقى عامل ازاي وبردو بعشوائية كده بالمعلقة مش محتاجة تحطي بقى في قمع ولا ولا في ازازة كاتشب ولا اي حاجة هي بالمعلقة كده الطبقة ده سهل ومخدش مني وقت في عميله لو انت عندك الصوصات في التلاجة جاهزة مش هتخذي وقت في عميله هيدو هترسطي طبقات على بعضها هنزل بباقي الصوص عندي في جوانب الطبق زي ما انتو شايفين كده علشان يبقى باين من الجنب كده الطبقات والالوان بعد ما هتخلصي الوش بتاع الفيريكس هتنزلي في الجوانب بباقي الصوصات اللي عندك تمام اخر حاجة عندك بقى هتحط الكريسبي بتاعك الدهبي والابيض والبني برضو بعشوائية كده بس زي ما اتفقنا على تعكس للالوان الافضل طبعا الطبق يبرد في التلاجة الاول عشان يبقى متماسك كده مع بعضه والصوص بتاعه كمان يجمد فيتشكل يفضل زي ما هو كده ما يبقى الصوصات صايحة على بعضها فلما يكوني هتقدميه مسلا فوم نص بولا حاجة اعمليه من قبلها وشليه في التلاجة تمام وكل كمان ما قاعد في التلاجة كل ما شرب من الطعمه اكتر كيك اخد من طعم الصوصات وبقى طعمه احلى الكريسبي ده على فكرة مش غالية جماعة انا جايبة من كل لون بخمسة جنيه بس وطبعا مش دي الكمية كلها نطلع على قدل طبق بس فالحاجات دي مش غالية بس بتفرق اوي في الشكل وبتفرق اوي في التقديم وبتفرح الولاد كمان فانت لو جبتي حاجات من دي عندك في التلاجة وحفزتيها في التلاجة عندك اي اي وقت عندك حبة تعملي كيك او كابو كيك او اي حاجة وتزينيها بيها هتفرق معاك اوي وهتبقى شبه الجهزة واحلى كمان بتتجاب من عند الوقت بتتباع عند العطارين بقوا يبقعوها وعند بس العطارين اللي هم النظافة يعني كبار اه وعند ممكن المحمصة بتباعها برضو وكمان عند بتوع لوازم الحلويات هحط اوريو بقى وهحط الشوكولاتة بتاعت المندولين او اي شوكولاتة عندك ممكن ما تحطيش شوكولاتة خالص ممكن تحط السوابع الويفر اللي هي البسكود اللي بتبقى محشية شوكولاتة برضو برضو بتبقى عند بتوع الحلويات او بتوع المحمصة شايفين ده الشكل النهائي للطبق بشكل دفوق طحفة هتنظفيه بس من اي حاجة على الجوانب اتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بإذن الله ممكن تعملوها لو لكم ان شاء الله بالنسبة راس السنة كده الجديدة تعملها لهم تفرحهم فيها بالنسبة لناس اللي ما بتعرفش تعمل الترط ده يبقى أسهل لهم وكشكل حلو ومضمونة عن الترط ممكن تعملي الترط وتفشل منك يعني علشان الكيكة بتاعتها لازم تبقى عالية وكده الفرن ممكن ما يخدمكيش فممكن الطبق ده يبقى حلو قوي وشيك تعمليه في راس السنة ان شاء الله وان شاء الله سنة سعيدة عليكم واستنى منكم ان شاء الله اللايك والشير والاشتراك وننسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد كنت معاكو شايماء أمين اشتركوا في القناة